مرحبا فيكم حبايبي برج الدلو قراءة أو توقعات بشكل عام رح نشوف أول شي طاقطت هاي الفترة كيف حتكون برج الدلو كتير عشت تحديات يمكن بالأشهر الماضية ولكن أنا بشوف لك من فترة صغيرة يعني يمكن من الشهر الماضي بلشت يمكن الأمور تحلو على ما أظن كمس القراءة أو بلشت أنت تغير نفسيتك يمكن فطاقطت كيف حتكون هذا الشهر هذا الشهر رح يكون مليء بالخلينا نقول النعم مش أمنيات فيه فيه أموال فيه شغلات رح توصلك هدايا يمكن ممكن على المدى المعنوي ممكن نحسبها أنه كمان هذا الكرت بشوفه كتير عاطفي فيه أمنيات بالحب رح تتحقق أنت رح تركز أساسا على الجانب العاطفي هذه الفترة لا إراديا عم بيظهر لك إما شخص جديد أو شخص قديم عم بتكون مركز على هذا الموضوع هذا الشخص رح يكون يعني خلينا سوري خلينا نحكي أنه شخص مميز شخص إليك فترة ما التقيت بحدا مثله عم بتعيش مشاعر جديدة ما عشتها من قبل بيسا خلينا نشوف شو الوضع لفترة الجاي بشكل عام وراء كتير حلو عم بشوف في موضوع عملية في لأنه طلعوا وراء بعض كمان في أشخاص أنت كنت معاهم على خلاف هدول الأشخاص على الأغلب من أبراج هوائية أو ترابية عم بتكون وممكن مائية على فكرة بقوة ممكن تكون هدول الأشخاص بابولك نوع من الأرق من التخويف قوافوك أو يمكن أفقدوك الأمان أنك تعطي أمان لأشخاص تانين دخلتوا معركة أنت وهذا الشخص أو هدول الأشخاص خلينا نقول شخص دخلت معركة كان هو خسران أنت خسران فيها التنين عم ولكن بشوف التنين يعني ما في قره أو بوض بيناتهم يعني أنا بشوف هذه المشاكل عم بتكون بلا يعني مائلها داعي أو أمور صغيرة عم تكبر بدون أي سبب يذكر عم بشوفك من بعد هذا الموضوع تعرضت لأرق لتعب لانطوائية معينة سببت لك ممكن مسألة صحية أو بالأساس أنت عندك يمكن مشكلة عضوية أو صحية فعم بشوفك على سرير الشفاء يعني عم تستشفي من هذا الموضوع ممكن يكون طاقة سلبية أنت اتعرضت لها خليني أذكر الطاقات قبل ما أنسى الطاقات في ميزان في تور في أسد قوس في هدول أكتر شي في عندنا الأبراج الترابية مبينة الهوائية كتير الترابية طبعا فضيعة كتير ما أي موجود فخلينا نرجع لموضوعنا صارت مشكلة كبيرة صارت فضيحة صارت خلينا نقول يمكن محكمة يمكن شغلة كبيرة صارت عندك يا دلو حبيبي بعدين من بعدها يعني أو رح تصير عندك هاي المحكمة لكن على نجاح أنت معاك خلينا نقول جميع المؤهلات أو جميع القوة لحتى تكون عندك نجاح بهذا الموضوع عم بشوف في فرصة حمل بالنسبة للدلو من كان نساء الدلو أو رجال الدلو في نسائهم عندهم فرصة حمل قوية جدا صاهرة بكرتين في نجاح للأولاد نجاح للأطفال في سعادة للأزواج عم تتجدد بناتهم المشاعر بطريقة حلوة عم برجعوا مثل المراهقين عم بشوفهم حتى بالنسبة للناس المتباعدين اللي قلنا فيه ممكن تكون مشاكل عندهم هاي المشاكل طبعا ممكن تكون في العمل وممكن تكون في الصعيد العاطفي على الصعيد العاطفي إذا كانت بالعمل فهو شخص أو أكتر من شخص ولكن بعديها طوالي فيه انتصار على هذا الشخص في هاي الفترة إذا كان على الشكل على الصعيد العاطفي فأنا شايفة إنه هذا الشخص سبب لك كتير أزا سبب لك كتير مشاكل مناوشات حتى هو نفسه عنده مشاكل أيضا مع الآخرين سبب لك طعن ممكن يكون علاقة ثالثة أو غدر من نوع معين ولكن شايفتك عم تشغل حالك بالشغل أكتر بشكل عام عم بشوفكم تشتاؤوا لبعض بشكل فظيع ولكن كلكم يعني أنت ويا عم بتكابروا ما حدا راضي إنه يرجع للتاني بسبب المشكلة يمكن الكبير اللي صارت أو الطلاق ممكن يكون هذا الكرت يعني بشوفوا شي كبير فبشكل عام بشوف الورق مبشر بالخير ولكن مع شوية تحذير يعني مع شوية تحذير من أي أمور ما نحاول نكبر الأمور نحاول نمشي المواضيع ما نحاول ندقق أو نكبر المشاكل وخاصة في العمل شايفة فرصة عمل حلوة جديدة للأشخاص اللي ما بيشتغلوا من برج قدلوا خلينا نشوف أكتر على العاطفة في رجوع لمشاعر كانت خلص ماتت وانتهت فيه كان بالماضي فيه علاقة سلاتية فيه طرف تالت كان ممكن يكون أم الشريك ممكن يكون أخت الشريك فيه أنثى بالموضوع كانت داخلة تخرب هون حتى بتحاول كانت تعمل شغلات يعني اللي هو أي شي طلع بيدها تحكي تعمل شغلات ما بعرف بس شايفة فيه زي ما بيقوله فشل عندها في هذا الموضوع لأنه كل كروتك جميعها إيجابية عاطفية بشكل فاصيع جدا شايفة أنه يعني ما برف فيه فيه إقدام أو فيه إقبال من الطرفين على العلاقة شايفة أنه ممكن تبنوا بيت ممكن تعملوا بيت شايفة فيه طبخة زاكية يعني ممكن تطفقها للحبيب أو العكس القراءة ممكن تكون عكسية شايفة استشفاء من بعض الأمور اللي كانت مساعدتكم بينكم بين بعض الكلام الجارح اللي سببتوه لبعض فيه فيه إعادة يعني فيه تصفية أمور فيه تصفية حسابات فيه قعدة فيه ترتيبات عم بتسير شايفة هدول الأشخاص اللي من برجة دلو شايفة فيه عندهم زواج هاي الفترة أو خطوبة على الأقل شايفة فيه تتويج لهاي العلاقة بشكل حلو بشكل سريع يعني من بعد ما كان بطء فيه كتير فيه الأمور آآ شايفة عندهم زي كان نهاية قبل فترة نهاية لموضوع نهاية اللي قلنا يمكن يكون طلاق آآ زي قبل شوي أو شغلة ولكن شايفة فيه زواج أيضا عندهم هاي فترة فشي كتير حلو فيه ناس آآ عم آآ بالناس للناس اللي العزاب أيضا فيه آآ شخص ممكن يكون آآ مائي أو هوائي أكتر آآ هذا الشخص أو من أي برج ثاني يعني ممكن إنه يدخل حياتك آآ تعطيه فرصة من بعد آآ محاولات منه لدخول حياتك عم تعطيه فرصة وعم بيكون هذا آآ هاي العلاقة يعني عم بتتتوج بفترة أصيرة لآ آآ زواج طيب خلينا نشوف عقلك الباطن هاي الفترة بشو عم على شو عم بيركز أو شو ممكن تكون في عندك تراكمات أو شغلات أوه تحقيق لأمنية قديمة ومشيت أنت فترة عنها وخلص صارت ورا ظهرك آآ إلها يمكن أكمن شهر يمكن آآ لا مش أكمن سنة أكيد يعني بس أمنية إلى أكمن شهر على الأكيد آآ عم بشوفها عاطفية أكتر ممكن تكون عملية لكن أنا بقتنع إنه هذا الكرت عاطفي آآ ممكن إنها تتحقق إذن على الصعيد العاطفي خلينا نشوف إذا في تحذيرات آآ معينة لبرج الدلو أو مشار تحذير يعني أي كرت آآ نفس الكرت اللي قبل شوي طلع آآ مثل دعوة أو نصيحة لتنظيف حياتك فيه اشخاص اه مش وسخين يعني فيه اشخاص عم بيضيفوا طاقة سلبية لحياتك. اه عم يمكن يحسدوك. يمكن انت عم بتدخل حياتك اشخاص عطالعوا وعالنازلة يعني عم بتأمن للعالم. اه عم اه فبيقول لك نظف حياتك شوي شوي نظف اه المحيط اللي انت فيه. فيه اشخاص ما بيحبوكو انت على علاقة منهم. فبيقول لك هذا الكرت مثل تحذير بيقول لك انه بعد هدول الاشخاص عن طريقك او نظف آآ طريقك من هدول الاشخاص. شوف ازا فيه نصيحة. بيقول لك بليف الماجيك. آآ كون مؤمن بالمعجزات وكأنه فيه معجزة راح تحصل لك ونالك قبل شوي فيه امني راح تحصل لك. فبيقول لك بس امن بالمعجزات. ما تضلك تحكي انه لا انا حاصي مش اه تمام. لا لا انا كل هادا التوقعات هيكذب. آآ الامور كلها لأ مش هيك مش صحة. كل حياتي انا مش تمام مش عارف. ما تحكي هاي الشغلات. بيقول لك بس امن بالمعجزات وانت راح تشوفها. فالمطلوب منك بس انك تآمن يعني. بس البليف. خلينا نشوف كمان. آآ هون بيقول لك هادا الشهر راح تدخل متل آآ مغامرة. يمكن مع شخص جديد على المستوى العاطفي. آآ المهم راح تدخل مغامرة. ممكن تكون كمان على الصعيد المهني انت داخل آآ مغامرة او آآ شي فبيقول لك عيشها بكل تفاصيلها آآ آآ انبسط عيش المغامرة عيش ال آآ ممكن تكون على فكرة ترب او رحلة انت طالع فيها مسافر فيها شايف في سفر آآ عندك يمكن لداعي آآ آآ سفر للسياحة للامور هاي فبيقول لك بس انه عيش اللحظة عيش التفاصيل اللي كتير هتكون حلوة. آآ حبايبي بشوفكم بالفيديو الجاي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة